السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدين الكرام تمنى تكونوا بخير والأخير وأحوال طيبة قبل البداية نتمنى أنكم تعاونوا للقناة بالاشتراك والتفاعل للفيديو وشكرا لكم يرى مدرب منتخب الكونغو الديموقاطية سيباستيان دي صبر أن هزم المنتخب الوطني المغربي أمر وارد في كرة القادم بعد تعطره في تصفيات الكان أمام نظره الجانب الإفريقي بإثنين لواحد ويواجه المنتخب الوطني المغربي ناظيرا والكونغولي يوم الآحد ابتداء من الساعة الثالثة لحساب الزولة الثانية للمجموعة السادسة من كأسم المفريقية الكود ديفوار 2023 توطال انيرجي وقال المدرب الفرنسي عن مواجهة المغرب لن تكون هناك مفاجآت في مباراة الغد سنفعل ما اعتدنا عليه سنعتمد على نقاط قوتنا مع البحث على الاستحواذ من الأفضل أن نمتلك الكرة بدلا من نركض خلفها وقال شاهدنا المنتخب المغربي للضجرة المفريقية في تصفيات كأسم المفريقية وهو فريق يمكنه عزمه وأكد مدرب منتخب الكونغول الديمقراطية سيباستيان دي سابر أن فريقه لن يكون عليه أي ضغط في المباراة لقد يواجه فيها المنتخب المغربي لحساب الجولة الثانية من دور مجموعة كأسم المفريقية كود ديفوار 2023 توطال انيرجي وقال الفرنسي في ندو الصحفية تسبق مواجهة المنتخب المغربي لا نريد أن العباد المباراة سنحاول تقديم لقاء جيد من خلال تحسين الأشياء التي لم تسر على ما يرام في مبارتنا السابقة ليس لدينا أي ضغط في مباراة الغد لأنها قد تكون مباراة مفتوحة وأنا كمدرب أنتظر هذه المواجهة لأرى كيف سيتعمل فريقي مع هذا التحدي أمام المنتخب المرشح للضفر بهذه البطولة نحن نعلم أننا لسنا على نفس المستوى من التقدم ولكننا متحمسون جدا إنها فرصة رائعة لإظهار أسلوب لعبنا غدا على أقل مدرب الجزائري عادل عمروش على القرار للاتحاد الفريقي لكوات القادم الكاف بإيقافية مياد المباراة مع تغريبه مبلغ 10 دولار على خلفية الإدعاءات الكاذبة التي تهم خلالها جامعة المغربية لكوات القادم بالكولاسة وكانت لجنات العديبية للكاف قد أصدرت عقوبتها في حق عمروش يوم أمس الجمعة لتتم إقالته على الفور من تدريب منتخب طنزانيا وتعويضه بمساعده حميد سليمان موروكو وقال عمروش في تصريح أدلبي للصحفي النجيري وساسو أباويونا سأستأنف بالتأكيد ضد القرار للإيقاف ديالي لقد نصح المحامي الخاص به بعدم تحدث إلى وسائل الإعلام لذلك لا أريد حقا أن أقول الكثير في الوقت سراهن كيف يمكن أن يتم إيقافي دون تلقي إشعار تأذيبي أو جلسة استماع كيف يكون هذا عادلا كيف تكون هذه العدالة نواصل الدول المغربي نواصل المزراوي البرنامج للتأهيل من أجل التعافي من الإصابة التي كانت قد تعرض لها قبل أسابيع وخاض لعب باير ميونيخ يوم السبت تدريب انفراضية خلال الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب المغربي قبل مواجهة الكونغود ديمقراطية لحساب الجولة الثانية من دور مجموعات كأس من أفريقيا الكود ديفوار 2023 وتحدث الناخب الوطني ودرق راقي عن جديد الحالة الصحية لللاعب خلال لندو والصحفية بمواجهة الكونغو الديمقراطية موضحا نحاول أن نسترجع نصير مزراوي لعافية ديالو جيدا فهو كزياج وسيس اللداني عملنا معهم يوميا من أجل استعادة مستواهم لقد عانى من حمى أخرت نوعا ما امتع في ديالو وإن شاء الله سيكون معنا متقبلا وحين سأحتاجه وسأحتاجه إذ يمكن أن يلعب كما يمكن أن لا يلعب في الكان ونحن لا نعلم أنه قد يكون هناك من ضفر بمقعده أساسيا حتى نهاية المسابقة وقال أتحمل مسؤولية استدعاء المزراوي رغم علمي بالإصابة ديالو وآتيت ابن عبيد للمنتخب من أجل التعلم من بونو والمحمدي وشار إلى أن المنتخب المغربي سيواجه نظره الكونغولي يوم الأحد انطلاق من الساعة الثالثة عصرا وفي جديد آخر أخبار منتخب الوطني المغربي فقد شهدت الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب الوطني المغربي قبل ملاقات ناظرية الكونغولي الديمقراطية يوم الأحد حضور اللاعب نوسير مزراوي ورسدت الصحف نجمة أسود الأطلس وهو يخوض الحصة التدريبية مع المنتخب الوطني المغربي منفردا مع معيد باداني مقابلا كباب باقي رزم الأديالو على التدريب الجماعية ويأتي انفراد مزراوي على هامش عودته الحادثة من الإصابة ولتعرض لها مع النادي باير ميونيخ الألماني قبل أن يلتحق بالأسود على أن يكون جاهزا ابتداء من مباراة الثالثة المنتخب المغربي أمام ناظره الزمبي في المجموعة السادسة من أمم إفراد أشاد الناخب الوطني ويدرق راقي بدور اللاعب زدين أونحي داخل منتخب الوطني المغربي وأشار إلى أن اللاعب موهوب ويحتاج إلى تشجيع وقال راقي خلال دول صحفية لتسبق المباراة دي لكونغو الديمقراطية دائما أقول أن أونحي لعب موهوب إنه واحد من نقاط قوتنا وقلتها منذ المنديال علينا المساعدة ديالو ليصل للمستوى العالي وكذلك تشجيع لأنه يحتاج إلى ذلك أونحي إنسان يتعرض للانتقاد أحيانا وعليه أن يكبر مع هذا الانتقاد إنه لعب ذاكي ويوجد كذلك أملاح والأمراب الذين يكملون دور دير الأونحي والذين اللاعبون في الاحتياط قد يعوضونه مثل الخنوس والصباري وريتشاريسون والمهم لي هو امتلاك الخيارات والبدائل التي تجعل اللاعب الرسمي لا يفكر في العبه أساسيا دائما تعلمون أن موقع التواصل ليست الأهم بالنسبة لي لقد بدأنا بالمسابقة بشكل جيد ولم يكن الوقت لترك بعض الأمور تفقدون التركيز أونحي يبقى لعبا مهما ولم نرغب في أن تتم مضايقته ببعض المواضيع رغم أنها لم تكن أمرا متيرا للجادل خرجت ولم أنتظر لكي نطفي أهل المشاكل الإيل ونسرك الجميع في حال التركيز مع بلده وكورته وأونحي لعب متخلق ويحب المغرب ولا يعني أن أي حركة ستسقطها على خصم آخر نحن نركز على المسابقة ولا أريد أن يذهب تركيز أي لاعب معين لأمرين معا